أهلاً أحبائنا مشاهدينا في كل مكان أنا عاوز أشجعكم برسالة صغيرة لأنه يمكن مبارح الموضوع البعض كان متأثر هل اللقاح هو علامة الوحش؟ شفنا أنه بالتأكيد لا لأنه اللقاح أو التطعيم لا يقود إلى عبادة ضد المسيح لكن يمكن الناس يكون باختلاف بعضهم مع بعض عن كيفية هذا اللقاح لكن حبيت أأكد أنه مش هذا هو الموضوع علامة الوحش إن شاء الله رح نتكلم عن هذا الموضوع بعد أسبوعين بس تاريخياً سواء في الكتاب المقدس الأوبئة في كل الأوقات كان لها حد مثل ما الله وضع حد للبحر إنه لا يتعدى كذلك الوباء أكيد إلو توقيت إحنا منشكر الرب من أجل العلم والاكتشافات والاختراعات اللي اكتشفوا اللقاح والمصل إلى آخري لكن إحنا منصلي من أجل فعلاً مثل ما أوبئة كتيري انتهت لوحديها هكذا أيضاً هذا الوباء ينتهي لوحدي بقوة الرب بس أنا عاوز أذكركم مرة تانية إنه الله هو الجالس على العرش له السيادة والسلطان المطلق على كل شيء والكلمة الأخيرة هي للرب أحياناً الوباء بيكون يعني عبارة عن يعني بالنسبة لنا يمكن عبارة عن فحص الذات أو بتكون عملية تشكيل فينا حتى نفحص ونشوف شو هي إرادة الله لحياتنا وإحنا فعلاً نطلب الرب من كل القلب وكتير مرات الله بطالبنا أنه نتوحد وأنه نصلي ضد هذا الوباء وبالكتاب المقدس في أخبار الأيام التانية مكتوب وإن أرسلت وباء على شعبي فإذا تواضع شعبي الذين دعي اسمي عليهم وصلوا وطلبوا وجهي وراجعوا عن طرقهم الردية فإني أسمع من السماء وأغفر خطيتهم وأبرئ أرضهم فإذن لابد أن ينتهي الوباء ودائماً نتذكر أنه الله هو اللي إله السيادة المطلقة الكاملة ما في داعي تعيش بخوف ولا تعيش بهموم ولا تعيش بشكوك طبعاً أحياناً بيتطلب الوقت أنه نتأقلم على هذا الوضع الجديد ونكتسب أعدات جديدة نطورها في ذواتنا ورح تستغرب كم من المهارات والقدرات والطاقات والكفاءات والأهلية أنك قدت ممكن تعمل أشياء جديدة من خلال أنك ما جربت في الماضي لكن في هذا الوقت أنت عم تعمل أشياء جديدة على كل حال أن هذا الوباء فعلاً يعني قاتل ومثل ما ذكرت في الفيديو مبارح أنه كثير من أصدقائي خدام الرب ماتوا من وباء الكورونا وكثير خدام أنقذوا من هذا الوباء وإحنا بنشكر الرب في هذه اللحظات أنا بحب أعزي كل عيلي فقدة أحباء على قلوبكم إحنا قلوبنا معكم وصدقوني يومياً منصلي ضد هذا الوباء فالرب يشجعكم والرب يعزيكم لكن كثير مرات هي فرصة ودرس نتعلم أنه شو هي حياة الإنسان ولو شخص بيكون عنده طاقة وقوة وفجأة يصاب بالمرض وبتنتهي حياته هل حياة الإنسان هكذا؟ رسول يعقوب بسميها بخار يظهر قليلاً ثم يضمحل حياة الإنسان أشبار ظل إحصاء أيامنا هكذا علمنا فنؤتقل بحكمة قال موسى في مزمور تسعين فإذن شو هي حياة الإنسان؟ فهذا بيخلينا أنه نركز ونفكر بشيء كتير كتير مهم شو اللي أنت رح تستفيد منه من كل هالعمر ومن كل هالحياة؟ مهما جمعت ومهما يعني اتطورت في النتيجة كل إنسان رح يموت وكل إنسان رح يواجه الديان رح يواجه الرب فأنا بقول إنه لما منشوف هذه الأوضاع اللي بتحل على كل العالم دخليني أفكر وهذا التفكير فعلاً أنا بدأ أفحص حياتي يعني كيف هل أنا فعلاً بعرف الرب ولا مجرد عايش حياة تدين ومظاهر خارجية فهي دعوة إنك ما تجازف بحياتك ولا تقامر ولا تغامر ما كنت أدرك يعني في بعض الأشخاص فعلاً لا كنت أدرك إنه لا سمح الله إنه ينتقلوا بهذه السرعة وبهذه المفاجئة ما كنت أتوقع خدام ربنا عم بيستخدمهم بقوة لكن عمر الإنسان قصير فأنا بدعوك اليوم إنك تفحص ذاتك قل له يا رب امتحني وعرف قلبي اهدني طريق أبدي صلي للرب قل له يا رب ارحمني أنا الخاطئ صليها اطلب الرب من كل قلبك صلي قل له يا رب سامحني على كل خطية طهرني من كل إثم اغسلني بدمك الطاهر الكريم اقبلني لمجد اسمك صلي يا رب يسوع أنا بدعوك لحياتي حتى تكون ربي ومخلصي أحبائي الخطية مشكلة كبيرة الخطية بتفصلنا عن الله والخطية بتودينا لجهنم فمرات كتير فيه إشياء بتصير سواء أوبئة أو أي ظروف خارجية اللي بتخلينا نفكر ونفحص أنفسنا وأسرع وقت إنك تيجي للرب هو الآن تقول يا رب ارحمني أنا الخاطئ أنا بقبلك رب ومخلص لحياتي وبصلي يعني خلال هذا الشهر ينتهي وبصلي حماية لكل شخص بشاهدنا من هذا الوبأ الخطير وبصلي لشفاء لكل المرضى في اسم الرب يسوع وبصلي إن الحياة ترجع أفضل كمان مش نتغنى بالماضي لكن بالمستقبل رح يكون مليان بركة ومليان تعويد ومليان استرداد في اسم الرب يسوع أمين